السلام عليكم شباب شوالكم بشوال الصحة إن شاء الله جاء من المحاضرة اللي هي Pharmacology of Corticosteroids اللي هي الأدوية اللي تخص الكورتكوستيروids خلنا نجي نشوف الكورتكوستيروids منين تخرج أصلا أدنى الأدرينالين جلاند اللي هي الغده فوق الكاظرية اللي هي بها مدولة وبها كورتكس المدولة تنطينه الاسمباثاتيك نيرفل سيستيم يعني تنطينه أدرينالين ونور أدرينالين أدرينالوي كورتكس اللي هي اللي راح نأخذها الهسة اللي هي divided into three regions ثلاث مناطق راح تمقسم أول وحدة زونا غروموريولوزا اللي تنطينه منيرال كورتكويد يعني تنطينه ألدستيرون أوكي زين زونا فاسكولاتا اللي تنطينه إقليكو كورتكويد أو الكورتزول اللي هي موضع محاضرتنا اليوم يعني اليوم محاضرتنا سيحكي على الطبقة الوسطانية اللي هي زونا فاسكولاتا زين زونا ريتكولاريس اللي هي تنطينه الاندروجين أو التستستيرون زين هنا ندرنا الطبقات اللي هاتري تحفظهن تحفظ salt, sugar, sex اللي هي salt معناها الالدستيرون هي نطينه NA أوكي الشوغر معناها شنو معناها الكورتكوستيرويد زين السكس اللي هي معناها التستستيرون أوكي يعني أنت تحفظهن ملح شكر والسكس أوكي الهرمونات الجنسية زين الآن هسا صارش كم طبقة عندنا ثلاث طبقات عرفنا نحن ندرس الطبقة الوسطى اللي هي يسموها زونا فاسكولاتا أوكي لحدناها تمام حسين آآ عدنا فالشي اسمه آآ الهايبوثلاماس بتوتري آآ اللي هي 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 هاي بوثلاموس خاصة يجب أن تمر بثلاث خطوات هايبوثيراماس بيتيوتري أدرينارين كورتكس هايبوثيراماس تنطي CRH والبيتيوتري تنطي ACTH كورتيكوتروفين ريليزيك هرمون أدينو كورتيكوتروفين ريليزيك هرمون ذنة ثلاثة يجب أن تخلوه بباركو لأن كل شفره مهمات يعني الكورتيزول لا يخرج بسرعة وإنما يمر بثلاث مراحل نعم هنا نعم نعم ثلاثة زونات زونة غروموليوزة فسكولاتا ريتكولاريس كورتيكوتروفين كورتيكوتروفين ريليزيك هرمون اللي بيتوتري ريح تنطي ACTH حسب المخطط يعني أنت تحفظ مخطط أو تحفظ نفس الشي كورتيكوتروفين ريليزيك هرمون اللي مينيو فورزة فورزة حيبوثالا موصة السيترس ممكن أن يحفظ ACTH موجودات بالمخطط فوق ناشرالي اوكير الاستيرود موجود بالجسم على هيئة غليكو كورتيكوت يا أما كورتيزول يا أما هايدرو كورتيزول الصفة الطبيعية مالت بالجسم كورتيزول أو هايدرو كورتيزول كورتيزول يعني مصنعة مثل البريتزيلون تمام؟ مثيل بريتزيلون نفسيته او الديكتاميتازون اللي هو الديقادرون البيتاميتازون يمنى الكلام كورتيكوت هنا ك برضيزول ما هاي يصنف الطبيعيات الناترال بالغير من الأكتeman البيتازلون merge مثلا التعمال على المصنعات مينwغن lzmnexion ميكانزم اكشن يعني ميكانزم اكشن شوية مطول هنا بس هي انه ميكانزم اكشن تيجي اول شي تخترق السل بعد السل تروح لي وين تروح للساعة تبلازم ومن الساعة تبلازم تخترق يعني تروح للنواة وتغير بس يعني هذا الملخص ما على تزيم خلينا نشوف السلايد نفس ما قلت لك بسبب شنو انه يقول الليبيت بايلاري يعني السل معالته هو الليبيت فااذن والكورتكستيرود لبيت فاالليبيت يعبر الليبيت اوكي وينتو نيوكليار ريسابتر ويتش فاميلي ترانسكريبشن فاكتر وانتو كورتكستيرود او السكس هرمون هنا كلهم راح تأثر عليهم منه راح تأثر عليهم الكورتكستيرود اذا كورتكستيرود تدخل عن طريق السل وتروح للنواة وراح تأثر علي شنوة بيتامين دي ثيروت هرمون سكس هرمون كل تأثر عليهم الكورتكستيرود ريسابتر 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 موجود على السايتو بلازم هذا ريسابتر هو اللي راح يستلم الكورتكستيرود وبالتالي دخله للداخل نفس ما قلنا ريسابتر مالتها هو وراح تأثر علي نفس ما قلنا ريسابتر كورتكستيرود 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 تأثر علي نفس ما قلنا ريسابتر كورتكستيرود كورتكستيرود حقا اختراق السايت البازم حقا المال ما بتأثير كورتكستيرود اول واحدة كورتكستيرود أول واحدة كاربوهيدرات لا تأثير كورتكستيرود تأتي لكبر تكبر صنعلي صنعات سكر ماذا قالت؟ في الجسم. تمام؟ زين. جيد يعني السكر راح يجمع وين؟ راح يجمع في البريفرال تشو. بعدين. اخر مصاريات الانسولين رزيستنس ايضا اذا. اقول هنه سوى سوى ثالثا. فبالتالي شرا حيصير راح يصير عندها هايبر غلاسيمية إذن يأخذ غليكو كورتيكو يصر عندها لذلك فإن أهل الديابيتاس مريتاس ممنوع نطيم كورتيكو ستيرويد لأنه ستقلل الأنسورين يعني تخلي زيادة الأنسوري رزيستنس بروتين ميتابولزم ستقلل صنع صنع البروتين بالجسم ستقلل 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 ضعف بالعضلات ستقلل ستقلل هشاشة بالأضام ليشلال عندها أنتي فيتامين د يعني عندها فالتأثير مضاد للفايتامين د إذن ستقلل ويك مصل وستنج مصل أوستيو بروسي ديلاي ووند أند هيلنك إني كريس كابيلاري عن سكيل أتروفي ستراية يعني تشقق مالة العضلات عند بابتك ألسر زي بروتين ميتابولزم كنا شي سوي سوي أوستيو بروسيز وستنج أتروفي إلى آخر هاي منو هاي البروتين ميتابولزم زيان فات ميتابولزم شو سوي نا ناكريس انشولدر سوي ناكريس بوفي هامب إذا سامعين بيها بالمرحلة الثانية عند فيس أو أبدومن يعني سوي ناكريس وستوي ناكريس انتفاخ بالأبدومن وإلى آخر هاي منو الفات ميتابولزم أو تجمع الدهون تجمع الدهون بالشولدر أو تجمع الدهون بالفيس سامون كوشنج اللي هي المون فيس والآخرين رينال اكسكريسين عند انكريس رح تزداد رينال اكسكريسين يعني شنو يعني رح تطرح الكاليسيوم بالبول وبالتالي يصير عنده شنو يصير عنده أوستيو بروسيس زيان ردكشن أوف هايبار غلاسيميا سبيشالي دست دو انكريس ابسوروشن كاليسيوم عند قات بيتامين دي بيتامين أنت فيتامين دي زيان هنا unw норм войxico رح يصير عندي زيادة بالحاابر غلاسيمة اوكي زيان ش رح يفعل رح يفعل ان تقلل البيتامين دي و متصاص البيتامين دي وبالتالي رح يفعل عندي شنو نقول استيو بروسس زيان رح يطرح الكاليسيوم وبالتالي سبيب ان اما رينالستون اذا زاد الكاليسيوم يطرح مالته سوي أن سوينا касا بالكلام أو بالحالب زيان ذني الفارموكولوجيك هالأكشن معنا أول شي كاربوهيدريت بروتين الفات وش الساوي رينال اكسكريشن بايتامين دي انتي بايتامين دي وإلى آخر زيان هايا كلها كانت على شغلة الميتابوليزم يعني أول شي الميتابوليزم زيان الشغلة الثانية اللي هي تقلل المناعة التأثيرات مع الإميون سيستم زيان يعني هي تستجيب الحالات تقلل المناعة مثل من يعني تسوي الفعاليات الاستجابة لالتهابات تقللها سوي بها لذلك نستخدمها تحمينها من وإلى آخر يعني يعني يقول لك الماكروفيج والنيتروفير يصير بها تثبت كل الفعاليات أو كل الأجسام المضادة راح تتبطأ زيان وانا استخدم هاي الخاصية استخدم حالات تقليل المناعة لزرع الكلا زرع الكبد أوكي عنامود ما يصير شنو عنامود ما يصير تفاعل بين الكلا المزرع الجديدة والجسم وذلك تقلل المناعة أيضا تستخدم الليرجيك يعني الليرجيك رسبونس اللي هي أنتبادي بروديكشن عن لارج دوس راح تنتج أنتبادي هو تقلل شنو تقلل الأليرجي أوكي لونفويد تيشيو مثل لوكيميا بلوت زينوفيل اللي تقلل رديوس ننبر اللي هي مع الحساسية اللي هي الزينوفيل اللي هي مع الإليرجي زين تقلل خاصة بالأطفال اللي هي مع التأثيرات عدمها زين المخطط اللي بالبداية كلها سوية لسابرس أوكي وبالتالي بعد لا تفرز ولا تفرز شنو كورتوكوريليزي كوربون كل هذا اللي تقطح من هاي اللي راح تسوي الميتابولزم معلتها أو الاميون افكت اوكي زين هنانا راح ندخل المل للقلاسيفيكيشن معلتها مع غلوكورتوكويد يا شباب اللي هي على يعني على أصناف أول شي short intermediate و long اوكي زين أول شي short افكت تكون هيدرو كورتوزون راح نقسمها على حسب anti-inflammatory وعلى حسب شنو الووتر salt rotation تمام زين أول واحدة هيدرو كورتوزون اللي هو الناشرال بالجسم تكون تأثيرها واحد بواحد يعني تأثير anti-inflammatory واحد وتأثيرها على سحب الماء وال NA واحد زين يعني هنا ما أقدر أنطي الهايدرو كورتوزون الشخص عنده ضغط ليش راح يطاب ولل NA فهيص على الضغط فأنا ما أقدر أنطي هذا كورتوزون شخص عنده ضغط زين اخترعوا شي ثاني اسمه كورتوزون هو نفس الشي تمام بس الصنف الثاني ما التأثير شوي أقل 0.8 زين بريدنزيلون اخترعوا السينثيتيك الثاني هذا البرنزيلون نشجر تأثير على anti-inflammatory 4 وتأثير على NA ثلاثة زين عاني اذا رجلت انطي 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 هادروكورتوزون الواحد عنده ضغط لون بريدنزيلون لا انطي البرنزيلون اوكي انطي لأن تأثير 4 anti-inflammatory و 3 بالعشرة او NA رتين تمام زين جبعد واحد احسن ما عنده ضغط ولا بس مثيل بريدنزيلون اللي هو صار 5 تأثير على anti-inflammatory و 1 بالعشرة تأثير على السحب ال NA اوكي فاني هنا اهم واحد هو هذا هذا اذا اريد استخدم الشخص عنده ضغط لازم اخلي ببالي انه تأثير 1 بالعشرة احسن من تأثير 1 هذا عشر اضعاف تأثير هذا زين اذا اريد الشي anti-inflammatory و short منه اختار اختار المثيل تمام زين الانترميديت الانترميديت واللونغ راح يكون الين صفر تأثير على ال NA تمام الانترميديت واللونغ راح يكون الين صفر تأثير على ال NA اللي هنا يا هنه الباراميثازون مثلا دكساميثازون البيتاميثازون ديكادرون هذا ديكادرون اللي هو تأثير 30 مرة على anti-inflammatory و ما يأثر لي من ما يأثر على ال NA water retention اذا انا اذا اردت انطي اش انطي انطي مثلا دكساميثازون ديكادرون انطي راح يأثر 30 مرة و ما راح يأثر لي من ما راح يأثر على ال NA فهنا خلوا ببالكم هذا التصنيف كلش كلش مهم زين الديستيرون اللي هو تأثيره 5500 مرة من ال NA يعني هو وظيفته يرجع المي فما لكم دخل به زين هنا الhydrocortisone هم نفس الشي راح يبدأ ايدين hydrocortisone naturally ocare steroid given orally IV الاخير هي يستخدم بالallergy and inflammatory disease يعني بانواع اللي اكون نوع يسمو hydrocortisone acetate اللي هو ينطي intra articular داخل المفاصل بالمفصل ينضرب هاي الابرة برا intral اللي هي تكون systemic effect مثل hydrocortisone and sodium يعني فتشي انه بار intral يوستي كوكلي الانست مالته واحد الى ثين ساعة uncontinuous effect ثمان ساعة برينزيلون ممكن ايضا انطي once or twice week يعني مرة او يعني مرة او مرتين بلسبو ممكن انطي برينزيلون هو وظيفة antiflamater نفس ما قلنا has little sodium returning activity نفس جدول اذا حفظ جدول ما يحتاج تاخذ هذا ممكن انطي orally or intramuscular iam زين البرينزيلون هذا النوع الثاني هو broad drug يعني شنو يعني انه يدخل بصورة غير active inactive و يدخل للخلي يصير active البرينزيلون الحوال بعد البرينزيلون المثيل البرينزيلون هذا لقد لكم تأثير 1.1 عف 1 بال10 هذا تأثير كل قليل لذلك ممكن ان استخدم في حالات ال inflamatory الخاطرة مثل megadoze بلستيرا بانطي جرعة شبيرة من عدة او كي زين البيتاميثازون والدكستاميثازون ذني no sodium retaining لابس ما أقول لكم صفر بالجدوة حافظ جدوة الانطاعدات كل يمش عندك مضبوط او كي اكو inhaled corticosteroid ذني نستخدم بحالات الاسمة بحالات الاليرجي مرات يعني الاليرجي مو القوية وإنما المايل او زين about 90% inhaled does swallow and inactive to first pass metabolism und يقول الهنان راح تكون 90% من corticosteroid راح يدمر وين بال first pass of metabolism and deliver يعني مو فعال هالطريقة أوكي يعني من corticosteroid inhaled the rest absorb and mouth راح يروح يمتص من الماث ويمر على lung وبالتالي very low systemic plasma يوصل للبلازمة كلش قليل المخطط الهنان به هذا risk مع الت suppression of the hypothalamic pituitary dust minimal راح يقلل الخط المخطط كله راح يقلل ه يثبته topical topical preparation and minimize side effect system absorption or large area application especially small children يقل هنان راح تعتمد على المنطقة اللي ممكن أنطيها تكون أقل side effect دي الفارما كاينتك يعني فارما كاينتك ما بيه شي يقل هو absorption ما تكون very lipid الهالف لايف ما الته واحد الى ثلاثة مرة توصل ثنين الى 5 ساعات يصير بالليفار فإذن يعني يا شباب بدي هيا في كل المعادات أوكي تمام يعني فإن مو شي صعب زي الدوسيج شون anti dosage normal daily secretion hydrocortisone الجسم يفرز hydrocortisone باليوم 10 الى 30 ميلي هذا إذا كان الشخص طبيعي يعني endogenius l-adrenaline cortex هي اللي تفرز باليوم 10 الى 30 زي exogenius daily does that completely suppress that corticis hydrocortisone إذا إحنا نريد نطي hydrocortisone exogenius خارجي يعني أنا إذا أنت حبا hydrocortisone orally أوكي ممكن أنا أعطي 40 الى 80 ضعف الطبيعي أوكي على مو يسوي إنا suppression يثبت شنو l-adrenaline cortex على مو أنا يقل إذا أنت من بره ما يحتاج تصنع أنت إذا عريد أن hydrocortisone 40 الى 80 إذا عريد أن بردزيلون 10 الى 10 لماذا حسب المعادلة كل أربعة كل واحد بردزيلون يساوي 4 hydrocortisone نقسم على 4 بردزيلون حسنا عندك كوك daily use wine over month recovery take month قل لأ ممكن أن أن أدت أشهر هذا البردزيلون جيد steroid cypress adrenaline cortex secret aldosterone several available degrees risk of suppression يقل لأ أنا راح أن أن الشخص هذا corticosteroid و steroid ش راح يصير راح يثبت لي شنو l-hybotherma يثبت لهذا المخطط كل راح يقل للجسم بعد ممنوع تصنع corticosteroid لماذا لأن ينطي من بره هذا المعنى هذا سطر سين ممكن أن 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 تصنع مرة وحدة الصبح لماذا الصبح يعني الصبح هو موعد إطلاق شنو ال-activation ما هذا ال-hydrocortisone يعني ال-bitutero وال-hybotherma يوميا الصبح تنطيك hydrocortisone فأنا أنطي علاج أنه أضحك عن الجسم أقول لابا أنطيتك من بره بالوقت ما اليوميا صنع عمالتك أنت يوميا تصنع بالستة الصبح وأنا بالستة الصبح أنطيك hydrocortisone كأنما أنت صانع alternative day special aware immune suppression that object organ transplant ممكن أنطي للأشخاص اللي عندهم يزرؤون كله يعني أنطيه مثلا قبل أسبوعين وأنطي أستمر بعدها لماذا أنطي أنه ما يصير anti-inflammatory يعني الجسم لا يهاجم العضو الجديد الذي يزرعته short course اللي هما هما دولة أهلي الأكيوت أسمى أو اللي قحة أو اللي قد رابو ننطي شنو short course few day ميجا dose بالأمرجنسي ننطي جرعة كبيرة من عنده مثل يعني مثل ننطي orally أو IV ننطي 1 كرام كل شفوها 1 كرام يعني نستخدمها بالأمرجنسي زي adverse effect شنو adverse effect هنا نفسية pharmacological action بس نقلبها أوكي تأثر على endocrine سببنا cushing syndrome بسبب fat diabetes meditas بسبب carbohydrate metabolism suppression of hypothalamus adrenalin axis المخطط كل شي السبب لها سبب لتثبيت musculoskeletal سبب لما myopathy tender rapture osteoporosis fracture vertebra إلى آخر أوكي زي لذن كل هن muscle wasting دني كل هن هن adverse effect للكortico osteorosis زي immunological immune راح تسبب المناعة للجسم وبعد ما كو استجابة الفلامترية للانفكشن السبب لنا candiasis فطريات typical tuberculosis septic arthritis إلى آخر أي chicken box يعني أنت من مناعة ما عندك معرض لكل الأمراض أوكي ممكن السبب بيبتيك alcer bencreatitis إلى آخر أوكي ذاني شنو ذاني هنا adverse effect مال corticosteroids وبعد يعني ما خلصت ال adverse effect ممكن central nervous system سببنا اكتئاب سايكوسيز ايفوريا داني كلهن سبب نياهن شنو سبب نياهن الكورتيكو ستيروت زي ابثالمي effect سبب glucoma ممكن increase increase interoctary pressure زي سببنا مثلا خربطة بال menstrual cycle لل female delay wound healing سبب يعني من واحد ينجرح ما راح يلتئم يتجرح risk لي myocardial rapture يعني ورا myocardial infections عند rapture thrombolism تمام زي يعني هواي هوا شغلات hyper sensitivity reaction anaphylaxis داني كلهن سبب هار الكورتيكو ستيروت زي داني الكورتيكو ستيروت يعني adverse effect معاناة كلش كلش مهمة زي contraindication relatively use serious lifestyle يكو اسمة يعني contraindication يعني relative الأكيوت اسمام يعني ممكن نستخدم بيا diabetes ممنوع history of mental illness هم ممنوع بيبتك ulcer epilipsy hypertension tuberculosis active infection herbace داني كلهن ممنوع زي الداعبتك بسبب انه سبب بنا carbo hydrate metabolism مثلا الhydrocortisone عفو الhypertension بسبب النا او اكتف انفكشن ليش اكتف انفكشن يسبب انه immune sebrus وبالتالي اذا هو عنده انفكشن يحتاج الكريات النيتروفيل والماكروفيج فاني اجي انطي corticosteroids راح يثبت شنو ثبت عمله ليش او يعني ننطي بدال الى نعوضهم سبرشن ادينو كورتكون فاكشن انه اكو خلل بالادينو كورتكود ننطي مثلا يعني نعوضهم اللي هو نعوضهم corticosteroids او نعوضهم aldosterone اذا عشان عندنا قص زي استخدم هواين بالانتي انتي انفلاماتري انفلاماتري تمام استخدمها بالكولاجين ديزيز اكوة اسمة لوكيميا وهواي شغلات اليرجيك اكوة سباينر كورد انجري بروكيا الاسمة نفروتك سيندروم ذلك نكون اقدر استخدم بيهن الكورتكوستيروت الانديكيشن معت زي اكون فات المصطرح اسمه وذدرول او فارماكو ثيرابي هنا انا اقول اذا انت انت معاود المريض تنطي كورتكوستيروت لمدة اكثر من تو ويك فما يصير تقطع مباشرة وانما تقطع على جرعات مثلا انت تنطي 10 تمام 10 الى 20 ميلي جرام فانت اش سوي انه تقوم تنطي 7 7 ونص بعدين 5 ونص ورا اسبوع ورا اسبوع تنطي 2 ونص الحاد ما اتقط عليش على مو انت تنبه اكسس اتنبه اتقل يا بتراني راح اوقف الالاج يالله انت اصنع اوكي انا اذا اتقطعت وما صانع الادرينالين فرا حصير مشكلة عويصة بجسم اوكي اتقل 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 الادرينالين اتقل 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 لازم تنبه هذا اتقل يا بي شنو راح نطيق قليل الحد ما تقطع الالاج قل لنفس ما قلت لكم كل اسبوعين ممكن ان تقطع من عنده شوية شوية اوكي زين اه ادنا هرمون هو الالدستيرون هو يفرز من الزون الالدستيرون سبب الالدستيرون والووتر ايضا الالدستيرون رسابتر ديستال كونفلوتر تيوبول عاد راح يطع ينطينا شنو يدخل الان اي ويخرج البوتاسيوم اوكي يخرج البوتاسيوم زين ممكن ان استخدم باكيوت ادرينال اين افشنسي زين اكو بعد سانتدك انالوغ الالدستيرون اللي هو راح تستخدم للاشخاص اللي اتهم ضغوط اعفو اللي اتهم مثلا خلل بالالالدستيرون يعني ما يقدر يسترجع لان ايفا ننطي اللي هو الانالوغ مالته ممكن استخدم بال ادرينال او اتهم او افراز الالدستيرون زين عدنا شي يسمو انهيبشن سانسيز ادرينالين 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 هرمون يقول اهنا شون نثبط صنع او افراز الادرينالين استيروت هرمون مثلا ادنا الميتا الميتا رابون هذا ايجنت انهيبت دعش بي هادروك هادروكسليز انزام يثبط هذا الانزام زين اكو بعد غيره يثبط شنو كونفرجن كوليسترول انتو اه يعني يعني ما يصنع شنو ما يصنع الكوليسترول كوليسترول هو البيسيك او الواحدة الاساسية اللي بناء الاستيروت فاذا بعض ادوية اللي هي انتفانجل مع الفطريات فممكن ان تثبط الاستيروت اوكي زين اكو اكو بعضها الثبط ل هادروكسليز اوكي يعني هو شغلات ممكن تثبط اكو بعض انزام تسبب انهيبت 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 اندروجين عن استروجين يعني ما تصلع عن الى اندروجين ولا استروجين اوكي اذا يعني وانا استخدم انهيبت بالكوشنج سيندروم الكارسينومي مع البريست اللي هو المالغننت تيومور زين بروستات كانسر يعني كنا اقدر استخدم بيهن الانهيبت مالاتمين ادرينا عن اغضر استيرويد هرمون زين اه اللي هنا كملة المحاضرة وتماني شعرات محاضرة حلوة وشكرا جزيلا لكم